يعني عالة بالذات في هذا الموضوع رغم أنه منشرح ولكن العديد بيعتبروه كفر لو حبينا نبسط الموضوع كيسوع المسيح ابن الله لشخص غير مسيحي كيف ممكن يعني أنت ذكرت أنه حاشة طبعا حاشة احنا منعتبر الكفر أنك تنسب لالله التناسل أو التزاوج الجسد ولكن لما نقول ابن على طول في اللغة الشرقية الشرقية يعني إذا آب وابن معناته على طول بيدخل الموضوع بيتعقد أمامه إزاي أو كيف نبسط الموضوع أشجع حبا المشاهدين اللي عايزين يعرفوا معنى كلمة ابن الله بأكثر حميمية ومحبة يقرؤ إنجيل يوحنة إنجيل يوحنة وإنجيل ابن الله اللي بيشرح لنا العلاقة بين الآب والابن علاقة المحبة ألا أن الآب يحب الإبن الإبن الوحيد إذا هو في حضن الآب هو خبر أجزاء كثيرة أخرى في الكتاب تتكلم عن المسيح كعبد ويخاطب الله باعتباره سيده وإلهه لما قال الإله إلهي لماذا تركتاني دائرة النسوت لكن في علاقة الأقانيم معا المسيح والابن والله أبو تتكلم عن علاقة المحبة عشان كده المسيح لما كان على الصليب مثلا حاملا الأثام والمعاصي ما قالش أبي أبي لماذا تركتاني لأن طالما آب وإبن ما فيش انفصام ولا في ترك لكن قال إلهي إلهي لماذا تركتاني لأن المسيح على الصليب كان يمثل المتهم الحامل للأثام أمام عدالة الله مش ابن أمام الآب أرجع تاني وأقول الابن والآب يبقى لازم نتكلم على أنه الله مثلث الأقانيم الله مثلث الأقانيم وهذا التعليم الوحيد الذي يليق بالله أن الله وحدنياته وحدانية جمعة تجمع في ذاتها كل ما يلزم أن يكتفي الله بذاته عن الآخرين بمعنى أنا أحتاج حضرتك دلوقتي أنك تسمعني أنا أتكلم فأحتاجك أن تسمعني أنا أحتاجك أن تحبني الله مش محتاجك حد يسمعه ليتكلم ومش محتاجك حد يحبه فيبقى محب ومحبوب الله يمارس هذه الصفات داخله فهو السميع وهو المتكلم وهو المحب وهو المحبوب لا يمكن أن يكون الله سميع ومتكلم محب ومحبوب إلا أن يكون هناك أقانيم ودي طبيعة الله مثلث الأقانيم الله الحي بروح وهذا هو الروح القدس الله الناطق بكلماتي هذا هو الإبن لكن الكتاب سماه الإبن لأنه مستود عن محبة الله الآب للإبن فأطلق عن الله المصدر لكل شيء باعتباره الآب وأطلق عن الإبن المتواصل مع الله والمعنى للبشر باعتباره الإبن فهي علاقة محبة لما هو الآب وإبن على طول علاقة المحبة الله محب مارس المحبة مع ذاته مع الإبن لكما يفيد بها على الخلائق الذين يقبلون الإبن فإذن هي وحدة جامعة مش وحدة مطلقة مجردة وطبعاً وحدة الجامعة منطقياً من الأسهل أن الواحد يستسيغى أو يقبلها لأن المجردة يصبح الإله زي نوع من الدكتاتور يأمر أو يعمل ما يريد هو الله يعني يقدر أن يغفر بقول خلاص وهو على كل شيء قدير مغفورة لك خطيئك ولكن في المسيحية في توازن في الصفات الإلهية بين المحبة وبين العدال وهذا طبعاً اللي بيخلي التناغم والانسجام في موضوع الله المثالث الأقانيم وحدانية الله المثالث الأقانيم هي الوحدة يعني الوحدانية الجامعة المناعة هي أكثر تعليم عن الله يليق بالله ويعظم الله لأنه يشرح لنا من هو الله في ذاته الله مكتفي بذاته لذاته الله ليس محتاج حد يخلقه يعني الله يخلق حد علشان يقول له هكلمك فتسمعني لا لو ما خلقش البشر خالص الله متكلم وسميع مع ذاته ومحب ومحبوب محب ومحبوب مع ذاته طب كيف يفعل هذا مع ذاته لم يكن الله مثلث الأقانيم والأقانيم مش معناها يعني ثلاث أليه زي ما أحباننا مشاهدين عارفين ولا حتى أقانيم منفاصلة لكن هو يعني تميز دون انفصال ودون امتزاج الآب والابن والروح القدس واحد في الجوهر وأضق كلمة أقولها عن المسيح مش إنه واحد أو مساوي للآب في الجوهر هو واحد مع الآب والروح القدس في الجوهر مش له جوهر والآب جوهر والروح القدس جوهر هو جوهر واحد لله الآب الله الابن الله الروح القدس موسيقى موسيقى